لليوم الثاني على التوالي من أيام عيد الأضحى المبارك صمدت المسالخ الرئيسية والمؤقتة التابعة لبلدية الكويت أمام تزايد أعداد الأضاحي هذا العام لتعلن بلدية الكويت نجاح خطتها الجديدة بنسبة 85% تجاوزت بلدية الكويت بتعاون مع الجمعيات التعاونية اختبار مسالخ المؤقتة في عامها الأول حيث نجحت في تغفيد الضغط على المسالخ الرئيسية واستيعاب ما يزيد عن ألفين أضحية خلال الفترة الصباحية وأكد مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي خلال جولة تفاقدية له في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على نجاح خطة البلدية لهذا العام فيما يتعلق بالتجربة الجديدة عن طريق المسالخ المؤقتة التي تم توزيعها على مناطق الكويت ومحافظاتها وأشر المنفوحي إلى زيادة عرض الأضاحي هذا العام وبالتالي قامت البلدية بزيادة عرض الأطباء البيتريين والقصابين حسب احتياجات كل محافظة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين كما أوضح المنفوحي أن البلدية قد قامت بالتنصيق الكامل بين المسؤولين عن المسالخ وشركات المتعاهدة بالذبحة والجمعيات التعاونية خلال فترة أيام العيد مؤكدا في ذلك أن البلدية لن تتهون في تطبيق القانون على من يخالف الإشتراطات واللوائح المنصوص عليها في القانون وحول وجود تخوف من الوضع البيئي والمخلفات الناتجة عن عملية الذبحة أكد المنفوحي أن البلدية قد شددت على ضرورة رفع مستوى النظافة داخل أصالات المسالخ الرئيسية والمسالخ المؤقتة وذلك عن طريق استخدام المياه والملظفات المعتمدة إلى جانب نظافة العاملين وارتدائهم للزير رسمي أثناء العمل والكشف الدوري عليهم ومخالفتهم في حال وجود أي تقصير ترجمة نانسي قنقر